السلام عليكم ازايكم عاملين ايه? انا احمد جويش ودي قناة بروم اهلا بكم في فيديو جديد والنهاردة معنا مراجعة مسلسل يعني انا مش عارف من قلة الاسامي كلها جابين لنا سيناريو المسلسل كله في الاسم بتاعه. معالينا. رايك وشل الفيديو واشتراك في القناة اول مرة تشوفني. والله جوانا ابدأ. قصة المسلسل عن انا. انا الست اللي عندها مشكلة في الافراط في تناول الادوية والافراط في شرب والخمر. لكن انا بتشوف جريمة قتل بتحصل في البيت اللي قدامها طبعا بتبلغ الشرطة بعضية. اللي طبعا بتيجي ما بتلاقيش اي حاجة ما بتلاقيش اي اثار لجريمة قتل. وبيقول بقى ان انا يعني احدش بيسدها ان هي ست صحبة كاس يعني ومزاجها عالي. ومرت بظروف صعبة. فما حدش بيسدها هي تحاول تدور على الحقيقة. ولكن بتكتشف حاجات تانية والقصة بتبدأ تاخد منعطفات تانية والامور بتتعقى. مسلسل من نوع الدراما والاصارة والغمود براغم ان الكصة بتاعته مش جديدة ولكن هو قدر يشدني بالرتم العالي للاحداث بتاعته وبالنهاية الغير متوقعة بالمرة. المسلسل مكون من ثمان حلقات ومدة الحلقة تقريبا تمانية وعشرين دقيقة او اقل وده شيء كان كويس جدا لان انا كنت لسه مسحول في مسلسل اولف اسقر ضد اللي خد مني مجهول جامد والحلقة كانت كبيرة فيه فجلت محتاج فعلا مسلسل لو ايه الحلقة فيه تبقى صغيرة كده هروح تيتفرج ويقلب كله في ساعتين تقلقته وده مسلسل مناسب جدا ان انت تشوفه في قاعدة لان هو الحلقة مدتها السيارة ولو شلنا منها بقى العرض والكلام ده كله هتلاقيه ان هو اصلا عبارة عن فيلم يعني ايه من تقسم لاجزاء بسيطة فالرتم بتاعته حلو جدا الوقت بتاعته صغير قوي ودي حاجة مشجعة ان انت تخلصه كله مرة المسلسل عمل بناء للعالم بتاعه بشكل حلو قوي وقدم الشخصات بشكل كويس وفيه بعض الشخصيات الكتابة بتاعتها كانت حلوة جدا ودي حاجة هتكتشفها في الاخر ان هتلاقي ان فيه شخصيات كده كانت مكتوبة بطريقة كويسة جدا بس مفيش شخصيات متبروزة يعني العمل ده مش بيدور حول شخصيات اللي هي متبروزة والشخصيات لها المساحة انها تتكلم وتعمل تقول قصة وتقول مشاهد والحاجات دي مكانتش موجودة مفيش شخصيات متبروزة كده باستثناء شخصية واحدة نتكلم عنها قدام هي اللي كان يعني جات في الاخر كانت بروزت وتقدمت لنا بشكل اكثر من غير كده مفيش شخصية علقت معايا المسلسل كان فيه شوية الدراما كويسة جدا ولكن انا حسيت ان هما يعني كان فيه اساعة استخدام للخطوط الدرامية اللي موجودة معهم ان هما كان عاملينها يعني عشان ايه احنا بنحط ترك دراما كان ممكن يرعبوا على شوية الدراما اللي موجودين دولة كانت هتطلع بصورة احسن من اللي كانت موجودة فيها دي بكتير المسلسل فيه شوية حاجات كده غير منطقية ولا تمت للواقع بصرة بعد ما هتتفرق كده روجيت تدقق اكتر في التفاصيل هتلاقي له طب ازاي ده حصل وازاي ده مش عارف ايه كده هتلاقي فيه حاجات كانت غير منطقية وحاجات غير مجررة وكانت موجودة لمجرد يعني ايه له القصارة والموتى فالحبكة هنا في الحاجات دي ما كانتش اجمل ما يكون كانت ممكن تتزبط شوية تخليها ايه مبلوعة حبا هتكلم له اكتر في اخر فيديو بحرق عن الموضوع ده كله. كمان الاداة التمسيلي للأسف كان ضعيف او بمعنى اصح ما لقيتش حد يشدني باداءه لان الشخصيات مش مكتوبة بالطريقة اللي هو له مشاهد بيتكلم فيها الطريقة اللي تخلينا اتشد لي وتبين اداء التمسيل القوي لأ المسلسل كان بيعتمد اعتماد كله على الرتم بتاعه وعلى الموضوع اللي هو بيجرى فيه مبلوش علاقة بالاداة التمسيلي فالاداة التمسيلي كان متوسط ما كانش احسن حاجة وما كانش يوحش بنفس الوقت لكن في شخصية واحدة بس اللي هي شخصية طفلة ايما دي يعني اللي كان لها اداء تمسيلي متميز وهنتكلم برضو في اخر الفيديو بحرق عن الشخصية دي لان فعلا دي الشخصية الوحيدة اللي علقت معايا باداء تمسيلي مرغب ان هي طفلة تغيرها لكن قدرت تديني اداء تمسيلي بطريقة حلوة جدا لما الشخصية بتاعتها اتبروزت يعني لما كان لها خط خاص بيها قدرت تعمل اللي عليها فيه ده ما حصلش مع اي شخصية تانية باستثناء الشخصية دي طيب لحد هنا والاسم مش هنقدر نكمل من غير حرق ان الجزء بقى حيبى فيه حرق للاحداث ونتكلم في النقطتين بس مش اكتر ولكن اللي ما شافش المسلسل الفيديو كان تابع بالنسبالك ما تتنساش بس اللي ان الله كنت طالع اشتراك في القناة ولسه مش مشترك واشوفك تاني بفيديوهات جاهة كتير ان شاء الله. اول حاجة هتكلم فيها طبعا وهي النهاية. النهاية غير متوقعة بالمر. لا انا توقعتها ولا اي حد بيشوف المسلسل هتوقعها واحتمال المؤلف المسلسل زاد نفسه مكانش متوقع ان انها تبقى بالصورة دي. ان اللي عمل جرامل قتل دي كلها هي الطفلة الصغيرة دي. الطفلة اللي هي ايمة هي المجرمة وهي اللي قتلت كل ده وهي اللي خططت ونفزت وكل ده بالكامل لوحدها. كانت حاجة يعني هي حاجة مفاجئة جدا. وانا دايما ما بحبش الاطفال اللي بقوا موجودين في النطاق ده. يعني انا ما بحبش اصلا ان اطفال تتأذي بقى شكل المشيال في الاعمال. ولكن دي حاجة خاصة بي. اه التوست ده جماعة كان قوي جدا جدا جدا. يعني كان قوي وكان معمول بحبكة كويسة. حبكة فيها شوية لغبطة وشوية حاجات غير واقعية. بس كانت مفاجئة. انا ما اعتقدش ان اي حد شايف المسلسل توقع ان في الاخر هي الطفلة دي هي اللي هتطلع عاملة كل الكوارث دي وكل البلوة دي. وده ما قلت ان الشخصية دي بتشكل كويس قوي والمشاهد اللي كانت موجودة في الاخر بتاعتها بقى لما بتقولوا انها خططت وكل ده كانت اداء التمثيل بتاعها كان حلوة جدا 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 على الرغم من ان هي طفلة صغيرة. هتكلم بقى عن يعني ايه شوية حاجات من الحاجات اللي انا قلت ان هي غير منطقية. مسلا ان هي يعني اللي عملت كل ده لوحدها ماشي. هي شخصية شريرة مولودة شريرة. ويعني قتلت امها لمجرد ان هي بقت حامل واحد. يبقى لها اخفى مش عايزة اخفى. ايه الحل? بتقتل امها بسيطة يعني شو محتاجة. الشخصية اما دي ياريت بقى لو اتاخدوها كده تعملوها عمل لوحدها يعني حاجة من ريحة اورفن كده بس يعني في اورفنج البيتة كانت كبيرة بس ايه كان شكلها صغير. انا المرة دي لقياها صغيرة ومجرمة منذ الصغر. حاجة كده اللي هو يعني الاجرام الخام اللي احنا مش لقيينه الفترة دي. اه تمام? هي عملت كل ده لوحدها. جميل جدا وعادي والاجرام موهبة ما فيش اي اختلاف على الكلام ده. بس مسلا انها قتلت صاحبة ابوها وابوها في البيت. ما حسش باي حاجة خالص? بالاش دي. هي قتلت الجثة وقطعتها وقدرت تشيلها وتنظف مكان الدهم وكل ده. وابوها ما ظهرش في الصورة خالص انت هي حاجة سالت ايدك من موضوع ولا انت الاداء بتانك واخدك يعني بالدرجة دي واخد العروسة وعايش مع العالم انت. دي حاجة. الحاجة التانية اه هي قتلتها جابوا ماشا ان هي خدت سكينة من المطبخ بتاعهم وقامت غرزاها في رقبة البيت. ماشي? ما فيش اي مشكلة. بس بعد كده لما جات الجريمة وجم قالوا ان انا هي المجرمة. السلاح الجريمة اللي لقوه جنب الجسة كان السكينة بتاعت الرسم اللي موجودة اللي هي بترسم ديها. طيب يعني الشرطة والمحققين وكل دولة مقدروش يلاقوا ان الجرح اللي موجود جرح سكينة تانية مش جرح السكينة بتاعت الرسم دي. ولا يعني ما غابت عنهم ولا هم كانوا بيخلصوا القضية وخلاصوا وكده. دي حقيقة نقط يعني ايه ما وقفت عندها ما درتش اتعداها. كانت ممكن نعليجها في شكل افضل من كده. كانت هتزود الحبكة بتاعتها. ولكن ده مش معناها ان المسلسل الوحش والحبكة بتاعته وحش. المسلسل زي ما قلت هو عبارة عن فيلم اصلا متقسم لحلقاته. وده كواس جدا انت هتقعد تقلبه في ساعتين زمن وتطلع استمتع للتجربة. والمتكيف على اخر مش محتاج اي حاجة تاتي. وبس كده ازاي المشاهدين نكون اصلا لنهاية الفيديو. ريت بقى لو اعجبكم تعملوا لايك. وانا مش مشترك في القناة يشترك. وقولول ايه رأيكم ايه في المسلسل اللي انتو شفتوه. ايه رأيكم في شخصية ايه ما. الشخصية دي تستحق ان ايه بقى لها اعمال تانية ولا لا. اشوفكم تاني في القناة جاية كتير ان شاء الله. السلام عليكم.